طريقة السلف في حفظ القرآن انقسم الناس في حفظ القرآن إلى طرفين وسط قسم يهجر القرآن ولا قرأ القرآن والقسم يقرأ بلا تدبر وأهل السنة جعلنا الله إياكم منهم في كل يوم كان السلف الصالح يحفظون عشر آيات وفي كل يوم ينظروا في معنى هذه الآيات وتدبروا فيها وفي كل يوم يستعينوا بالله العمل هذا الذي يكون على طريقة السلف لا يترك الحفظ أبدا ولا يترك التدبر ولا العمل فماذا تصنع في كل يوم تحفظ طيب لو أردت أن تقرأ في تفسير هذه الآيات قد يأخذ عليك وقت طويل نقول لا من قال لك أن يأخذ وقت طويل تأخذ تفسير مختصر هذه نصيحة علماء أي تفسير تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي تفسير مختصر سهل واضح عشر آيات أحيان والله لا تأخذ منك خمس دقائق نعم هجر القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة هجر للقراءة وهجر للتدبر وهجر للعمل وهجر للتداوي إذن إن قسم الناس تجاه حفظ القرآن لطرفين وسط قسم لا يقرأ ولا يصنع شيء يهجر وقسم يحفظ بلا تدبر إنساء الله السلام العافية هم الخوارج يقرؤون القرآن وإجراء استراقهم وقسم يقرأ ويحفظ في كل يوم وتدبر واستعين بالله على العمل هذا السلف حق